مرحبا بكم في قناتنا اليوم سنتناول أحداث قمة سوتشي التي عقدت بين روسيا والدول الإفريقية وكيف أن الإعلام الرسمي الجزائري اختار نهجا مغايرا تماما سنكشف لكم الحقائق ونحلل الدوافع وراء هذه الأكاذيب لكن في الوقت نفسه نجد أن بعض وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية اختارت التضليل والتشويه للحقائق على الرغم من عدم ذكر جمهورية الوهم في أي جزء من البيان الرسمي إلا أن الإعلام الجزائري ادعى أن هذه الكيانات كانت حاضرة في الاجتماع العالم الآخر عالم الأكاذيب الإعلام الرسمي الجزائري نشر تقارير تروج لتفاصيل غير صحيحة مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الحملات هل هي محاولة لتهييج الرأي العام المحلي والخارجي أم أنها نتيجة لضغوط سياسية داخلية الأخبار الكاذبة التي يروج لها الإعلام الجزائري قد تؤثر سلبا على العلاقات بين الجزائر وبقية الدول المشاركة في القمة هذه الأكاذيب تضعف مصداقية وسائل الإعلام الجزائرية في عيون المجتمع الدولي وتكرس صورة الجزائر كداعم لمواقف بعيدة عن الواقع البيان المشترك أكد على احترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول هذه المبادئ تعكس التوجه الروسي والأفريقي نحو بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل كما أكد البيان على أهمية التعاون في مجالات الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب البيان الرسمي جاء مفعما بالمفاهيم التي تعكس التوجهات المستقبلية للعلاقات بين روسيا والدول الإفريقية التأكيد على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب فضلا عن التنمية الاقتصادية يعكس رغبة حقيقية في بناء شراكة قائمة على المصلحة المشتركة ما يلفت الانتباه هو دعوة روسيا والدول الإفريقية لتطوير نظام دولي جديد يكون أكثر عدلا يعترف بالمساواة بين الدول ويحترم سيادتها هذا التوجه يعكس رؤية مستقبلية للتعاون الدولي في 10 نوفمبر 2023 عقدت قمة سوتي في الأراضي الفيدرالية الروسية حيث اجتمعت أرمى وخمسينون دولة إفريقية مع روسيا القمة كانت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل السياسة والاقتصاد الوثائق الرسمية أكدت على تعزيز العلاقات بين الطرفين على أساس المساواة واحترام السيادة بينما يسعى الإعلام الجزائري إلى التلاعب بالحقائق يبقى إعلان قمة سوتي شاهدا على الأهمية الكبيرة التي توليها روسيا والدول الإفريقية لعلاقاتها المستقبلية التعاون بين موسكو والقارة السمراء لن يكون مشروطا بالمزايدات السياسية بل سنم وفقا للمصالح المشتركة والاحترام المتبادل الحقيقة هي الأساس لبناء علاقات دولية ثابتة وقوية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لمتابعتكم